مرحبا برج الحود اهلا فيكم في قراءتك العاطفي القراءة رح تنطبق على الطالع والشمسي وايضا القمري واسويها هالمرة باسلوب المرايا انت على هاي الجانب او الحبيب والشريك على الجانب المقابل ولكن اذا حسيت ان القراءة عكسية فاعكسها وخذ الجانب اللي تحسي ناسبك رح ابتدي بجانبك يا برج الحود خذ كارتك وطلع فيه الطاقة العامة وهذه هي الطاقة الفرعية الفترة القادمة خل نشوف جانب الشريك الطاقة العامة للشريك وطاقة الفرعية وشلون طاقته تقابل طاقتك وشنو راح يعني هالشي لعلاقتكم مثل ما شفت اول كارتك غلب هو كارتك الخاص برج الحود لما نشوف كارتك الخاص يطلع على جانبك من القراءة معناته يدل على اشياء كثيرة ايجابية معناته برج الحود اصبح مدرك لحقيقته اصبح يدرك شنو اللي يستحقه شنو اللي راح يقبله في حياته وشنو اللي ما راح يقبله هذا الكارت لما يطلع عندك ينم عن نضوجه لان كارتك الخاص واذا كان في اي غموض يحيط فيك او اي اسرار انت تحاول انه مولكل يعرفها عنك اول باول فهو متعمد وراء حكمه وراء استراتيجية انت قاعد ترسمها خلنا نشوف الشريك الصبر كأنه ما في امور انت طاقة شوي ممتعة وفي امور انت مو مستعد لحد الان ان تخبر عنها الشريك امور خاصة بالبيت مثلا بعلاقاتك مع الاصدقاء فيها خصوصية شوي واخبار ما تبي الخبر ينتشر شريكك متفهم عندنا كارت برج القوس التمبرانس او التعادل والتوازن مستعد انه ينتظر مو مثل باقي الناس فكأنه مهني الرسالة لك انه شريكك مو هو الشخص اللي لازم تقلق بخصوصها لانه مو هو الشخص اللي ينشر اخبارك نعم من حقك انه تخفي اخبارك ونفسك عن الناس اللي ما يستحقونك عن الناس اللي خذلوك ولكن شريكك في الفترة القادمة لو او هو مثلا اخطأ عندك كارت تقول مستعد انه ينتظر لحد ما انت تكون مستعد عشان تتكلم معاه بموضوع معين او تتواجه معاه وتحطون النقط على الحروف مو مستعجل شريكك ومتفهم طاقة التفاهم وتقبل التام جميلة الطاقة ولكن كأنما انت هنا في غموضك ابتعد عن كل الناس او فقدت الثقة باغلب المحيط مو فقط بالشريك فعشان تدي صايرة ردة فعلك عامة من ضمنهم الشريك خلا نشوف طاقتك الفرعية الكوب الصغير لحد الان يا برج الحوت الطريق الى قلبك هو بالمعاملة اللطيفة هذا هو الطريق الى قلبك يعني انت لا تطلب الكثير فعلا لا من هذا الشخص ولا من الاخرين لحد الان كلمة بسيطة ضحكة اسلوب جميل وهو اللى يقدر هذا هو السر اللى انت تخفيه عن الشريك اللى هو ما يعرفه لحد الان في هاي الكرت توازن قاعد يحاول يكتشفه يحاول يكتشفه ما هم الطريق الى قلبك الاسلوب اللطيف الاسلوب المضحك الاسلوب الممتع الطيبة والمعاملة خلا نشوف الساحر الساحر طاقة برج الدلو وعندنا هنا ايضا برج الحود شركك ياخذ الامور بشكل جدا جاد فوق ما تتصور انت تعطيه اشارات او طعم تريد ان تعطيه طعم عشان يعرف الطريق تدلى على الطريق في مساعدات في مساعدات تحاول تغششها او تعلم على الطريقة ولكن هو لانه ما اخذ الطاقة بحماس كبير ومغضنها بطريقة جادة حيث ان انا ظاهري نعم انتظر ولكن فعلا هو مجرد يعني انت ما قفلت الباب انت مجرد اغلقت باب معين شريكك اخذ الموضوع بشكل جدا جاد يحسب ان انت اغلقت الباب وقفلته بالف قفل ورائك عشان جليه بيعطي الموضوع فترة هو هني يطلب الانتظار يريد تايم اوت او وقت مستقطع عشان نحط الموضوع كله تحت المجهر ولكن اللي اشوف انه ما يستدعي ترى من جانب شريكك اوه ما اخذ ما اخذ ردة فعل رسمية اكثر من اللازم هذا كرت برج الدلو خلنا نشوف راح يكتشف ما هو الطريق الى قلبك وافضل اسلوب واسهل اسلوب انت قاعد تراوي اسهل اسلوب هو قاعد يختار الطريق الصعب طريق التحدث بلغة العقل فارس السيوف انت راح تحاول ان تفهمه بلغته الخاصة قلت لك قاعد تتعامل مع شخص هوائي ميزان جوزاء دلو راح تحاول ان توصل للرسالة بما ان عندك فارس وهي الفارس حامل الكتاب اتوصل للرسالة بالاسلوب اللي هو يفهمها هذا هي الرسالة لك هذا هي النصيحة لك من التارو دام ان اهو ما فهم لغة الكلام المعسول والاعجاب والمبادرات اللطيفة كلمة باللغة اللي يفهمها لغة الوضوح لغة السيوف هي اللغة الواضحة لغة اريد ان اكلمك في موضوع واحد اثنين ثلاثة من التصرفات ما عاجبتني واحد اثنين ثلاثة من التصرفات عاجبتني أنا مستعد أمشي معاك في هاي المرحلة هل أنت مستعد تأمشي معاك في هاي المرحلة محتاج الوضوح شريكك لأنه قاعد تتكلم معا لغة يحاول بس مم تعود أنه يتكلمها أنا عندنا هنا طاقة المياه وهو أقرب شي بالنسبة لطاقة المياه شريكك طاقة النار طاقة برج القوس تظل في النهاية وإن كان فيها مياه طاقة نار ما يعرف ما يعرف كأنه ما تعود على الجفاف والرسمية فإنت حاول إذا ما قدرت تتلينه حاول تتكلم معاه بأسلوب العقل انزل خلنا نشوف ما الذي يقابل فارس السيوف تسعة الأخصان تعود لفترة طويلة على أسلوب معين شريكك تعود على الرسميات تعود على الأسلوب الجاف أو حتى الخضران لذلك ما يستطيع أن يثق بالناس بسرعة على طول من أنت تكلمها هذه طاقة برج الحوت لما يكون سعيد يكلم الناس بأسلوب لطيف يكلم الناس بأسلوب حبوب هذا الشخص على طول شريكك يحلل الموضوع أن مثلا أنت لك مصلحة معاي أو أحد يريد أن يتمصلح ورائه لماذا؟ لأن هذا التعلم أمر بمواقف علمت أن دائما الأشخاص لما يكلمونك بأسلوب لطيف معناته يريدون من ورائك مقابل نعم أوقات كثيرة يكلمونك بأسلوب لطيف عشان يفتحون معاك موضوع آخر فعشان تضيح حاط شريكك هذا الجدار هذا الجدار بينه وبين الكل أن لا أريد كلام لطيف ولا أريد معاملة لطيفة لأن كلكم تبون شي مني كلكم محتاجين شي مني لأن أنا الساحر أنا الشخص اللي أقدر أسوي المستحيل احتمال أن شريكك يملك حرفة معينة أو مهارة جدا صعب أن تلاقيها في بلد أو في مجتمع متميز متميز فتعود على استغلال الناس له من سن صغير فلما حين أتاك على سن ناضج ربيعي أن يظل يفكر هذا التفكير السيء عن الكل ولكن مهمتك أنت أن تكون فارس الفتح هذا الفارس الفرصان يفتحون منطقة جديدة شون تفتح معاه لا تكلمه بلغة الكلام اللطيف في الفترة القادمة كلمه بلغة العقل أوكي مثلا لو أنا أريد أتمصلح من وراك شلو مثلا راح أتمصلح من وراك أموال؟ لا أريد أموال سكر عليه البيبون اغلق الثغرات اللي بينك وبينها أتمصلح من وراك مثلا بسبب المنصب أنا منصبي أراه في عيني أفضل من منصبك مثلا حاول أن تغلق الوساوس اللي عند هذا الشخص لأنه قاعدة أشوف خلف هاي المظهر الرسمي إنسان جدا طيب تم استغلاله على مدى سنين طويلة لذلك عنده هاي ردة الفعل عندك أيضا طاقة النار أميرة الأخصان الصغيرة مقابلها ملك النار تحتاج شيء أو مهارة أخرى مع هاي الشخص مهارة الانصياء ولكن مو انصياء الحقيقي لا تمثيل الانصياء تمثيل ترفع الراية البيضاء ولكن ترفعها بنية طيبة ما ترفعها عشان فعلا يكون ذليل عند أحد لا تسمح لشريكك أنه هو يكون ملك النار هذا الشخص يحب أنه يدير المشاريع ويخطط مثلا يخطط لرحلة لزواج يقسم المهمات يحبه هو يقوم هاي المهمة عطى الحرية أنه هو يقوم بهاي المهمة في أمور هو متمكن فيها عندنا طاقة الحمل القوس الحمل القوس والأسد هنا وطاقة برج الدلو القوس تكرر مرتين هنا عندك هنا الغصن الصغير معناته أنا أسمح لك أنك تقوم بهذا الدور الكبير مو لأني فاقد القدرة ولكن لأنه أنت تحب تقوم بهذا الدور هذا الشخص رح أعطيك له مفاتيح مفتاح الأول أنا تكلمه بلغة العقل مثل ما قلت لك لغة السيوف المفتاح الثاني أنه تخليه يقوم بالمهمات الصعبة أو حتى تخليه اللي يبادر تعطيه حرية الإنجاز يعني حتى لو أنت هناك كأنما مو محتاج لمساعدته دائما أطلب مساعدته إشلون أنزل البرنامج الفلاني إشلون أحمي مثلا كمبيوتري من الفيروسات إشلون أذهب إلى المكان الفلاني بأسرع طريقة هذا الشخص عشان يثق فيك دائما اذهب له من أجل النصح ودائما اتبع معاه أسلوب أنا أحتاج مساعدتك أنا أثق بنصحك وأرشادك رح تشوف منه نتائج مبهرة إذا اتبعت معاه هذا الأسلوب قلت لك متعود على طاقة النار والهواء خلنا نشوف شلون الأمور رح تمشي معاكم إلى نهاية الشهر شلون رح توصل إلى الأمور هاي الكرت لك خلنا نشوف شاريك برج الحود هاي الكرت شاريك برج الدلو خلع نهاية الشهر ناتيتك برج الدلو مرة أخرى سوري برج الحود يمكن أنك تتعامل مع برج الدلو أو في تدخل من برج الدلو في الطاقة عندنا هني كرت البرج هذا كرت برج العقرب سقوط البرج بالضبط تغيير شامل في أسلوبك مع هاي الشخص وإن كان هني تحاول تكتشف أفضل أسلوب عشان تحصل على النتائج مع هاي الشريك لازم محتاج إلى تغيير شامل سقوط البرج اختلاف مليون في المئة في وجهة نظرك بخصوصة لازم حان الوقت حان الوقت أن أنت تتبع أسلوب جديد يسقط البرج تصير عندنا أرض جديدة مستعدين أو نقدر نبني فيها بناء جديد لازم تغيير تغيير شامل في أسلوبك معه مثل ما نصحتك ثمانية الأكواب راح تساعده تساعده أن يرى الأمور من منظور مختلف راح تساعده أن يرحل عن ثمان الأكواب هني تساعده يرحل عن مخاوفه عندنا أيضا طاقة الأكواب هي طاقة الحوت السرطان وأيضا العقرب هذا جارة برج العقرب تساعده أن يرحل عن أمور عن تجارب مر فيها بالماضي ولحد الآن متعلق فيها متعلق بالتجربة نفسها وقعها النفسي عليه الأثر النفسي لحد الآن موجود عن شريكك استعمالك هاي الأسلوب اللي نصحتك فيه راح تساعده أن يرحل نفسيا وفعليا حتى عن هاي الطاقة عزيزي برج الحوت هذه كانت قراءتك العاطفية لمنتصف شهر يونيو أتمنى لكم كل التوفيق انتظروني في القراءة العامة لشهر يونيو وهو شهر سبعة أشوفكم على خير مع السلامة